رئيسة الوزراء النمساوية السابقة برجت بيرلين وإن كانت دي ممكن تعتبر رئيسة الوزراء الوحيدة السيدة الوحيدة اللي اعتلت المستشارية النمساوية على مدار التاريخ من بعد استقلال أو من بعد الحرب العالمية التانية طبعا الرحمة لروح سيدة برجت بيرلين أنا فعلا يعني حزنت على وفاتها لأنه فعلا هي كانت أدارت الفترة الذهبية في النمسا بصراحة خاصة عندما جاءت بعض فضيحة مدوية في النمسا وسقطت الحكومة وقتها بعد حكومة الشراخة وسيباسين كورتز ترقست ما بين 2018 إلى 2019 أنا حضرت صراحة لما كانت عند السيد فاندربين الرئيس النمساوي أنا كنت موجود بهذه اللحظة وانت عم غطي المؤتمر الصحفي اللي هي فعليا السيدة بريجتا كما يقال أنه تم تكليفة وعملت الرئيس النمساوي قدمه للصحافة أنه قال أن السيدة بريجتا هي ستكون المستشارة النمساوية وقامت بتشكيل حكومة تكنقراط على خبراء وهذه الفترة كانت من العصور الذهبية لأن النمسا كان هدوء كان يوجد سلم أهلي كان يوجد تسامح كان يوجد بصراحة لا يوجد تصعيد لا يوجد يمين لا يوجد يسار لا يوجد كذا يوجد دولة متوازنة يوجد أشخاص مختصون ولكن نجحت نجحت بتسيير الأعمال وكانت بصراحة بهذه الفترة أنت بتذكر هذه الفترة كانت النمسا تقريبا فيينا تحديدا بمظاهرات شبه يومية ضد حكومة كورسشتراخة كانت مظاهرات كان في فوضى كان في دائما إغلاق خاصة من المنطقة الأولى داخل فيينا دائما شد وجذب ما بين هيربيت كيكل كان وزير الداخلية والهانز كورسشتراخة لا بس دول كانوا مش هيا فبع صوت بع صوت فعندما جاءت بريجيتا فعندما جاءت بريجيتا كانت حكومة متوازنة وفعلا أنا عندما انتهى يوميها المؤتمر الصحفي جاءت إلينا هي والرئيس الدكتور فاندربلن وسلموا علينا وقالت كيف أمور معكم فعلا دار حوار بسيط بيني وبينها داخل الهوفبورغ القصر الرئاسي صحيح صحيح ومن يرأس المحكمة العليا الدستورية العليا يجب أن يكون على مستوى عالي من الثقافة على مستوى عالي من الحيادية على مستوى عالي من الحكمة فهذا فعليا ما كانت تتحل به السيدة بريجيتا وبينها الحمام فبالتالي الجنازة أعتقد أنها تستحق جنازة رسمية تستحق جنازة رسمية لا ليست الجمعة الجمعة 14 نعم تستحق جنازة رسمية تليق بها وتليق بإنجازاتها وهي السيدة الأولى والتي أدارت الأزمة الكبرى في النمسا حتى يعني برضو هتتدفن في مدافن الرؤساء وكده نعم نعم